السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي أبطال الصف الرابع يلا بينا نحل أسئلة مراجعات المتميز علشان اختبارات نوفمبر وحنبدأ بسؤال في الزجابس املأ الفراغوت وسؤال التوصيل يلا بينا بسرعة بس لو أول مرة تشوف القناة ما تنساش تشترك وتفعل الجرس وحتلاقي في صندوق الوصف رابط جروب التليجرام ولايك للفيديو لاتس جيت ستارت اول حاجة طبعا المفروض اننا حقرأ الكلمات اللي في الباكس اللي انا المفروض حطها في الفراغات وفاهمها لنفسي الأول التالي أو ممكن تكون جاية مع تو بمعنى بجوار كايند طيب تاون مدينة صغيرة اي ليف ان اسمول سبيس انا اعيش في اي صغيرة طبعا في مدينة صغيرة فهنا تاون عندي فوق كلمة لو حطتها مع تو حتبقى بمعنى بجوار الحديقة الكبيرة اللي هي هنا المفروض حكتب المهنة بس انا مش عارف ايه هي المهنة حنقرأ بقية الجملة هو يدرس انجليزي يبقى هو يبقى انا ححط هنا هنا هحط صفة و الطلبة بيحبوه جدا ووتر ماء بايبس النبيب لايتس اضواء بلدر بناء الكهربائي الكهربائي we have a big house احنا عندنا بيت كبير a space made the walls strong طبعا احنا عرفنا كل المهن وعرفنا كل مهنة بتعمل ايه وعرفنا مين اللي made the walls strong اللي هو بلدر ويلدن and space connected electricity so we can use مين اللي بيوصل الكهرباء connected electricity طبعا electration we can use space احنا نقدر نستخدم ايه طبعا ايه اللي بنستخدمه بالكهرباء هو light a blummer connected the space وي السباك بيوصل ايه اكيد طبعا pipes الانبيب so we can have space we like our house very much لذلك بيبقى عندنا water ماء we like our house very much احنا بنحب بيتنا جدا fix يصلح stay يبقى cooks يطبخ وطبخين work يعمل there is a new hotel يوجد فندق جديد in our town في مدينتنا the hotel needs many people الفندق يحتاج ناس كثيرة كثير من الناس to space in it طبعا اللي يعملوا فيه يبقى to work in it it needs electricians هو يحتاج عمال الكهرباء and plumbers والسباكين to space problems علشان يصلحوا لو فيه اي مشكلة فهنا هنكتب fix it needs space to make food محتاجين cooks طبخين to make food and cleaners عمال نظافة to keep the hotel clean ليحافظوا على الفندق نظيف local businesses الاعمال المحلية need the hotel to تحتاج الفندق ايضا germination عملية الانبات flowers ظهور red احمر يلو اصفر our tomato plantes نبات الطماطم are growing on the balcony ينمو في البلكونة they have leaves لهم اوراق and space وليهم ايه كمان طبعا flowers ظهور tomatoes are green الطماطم خضراء before they are قبل ما تبقى ايه بتبقى خضراء قبل ما تبقى حمراء red we plant a seed نحنو نزرع البذرة and the plant grows والنبات ينمو that is cold هذا يسمى cold يعني يسمى طبعا يسمى عملية الانبات اللي هي well done germination doctor طبيب clean ينظف electricity كهرباء plumbers سباكين the builder build the school البناء عمل البناء يابني المدرسة the space connect the pipes مين بيوصل pipes الانبيب طبعا اللي بيوصل الانبيب المياه هو plumbers السباكين so that we have water احنا عندنا 100 the electrician الكهربائي connect ايه بيوصل ايه طبعا electricity so that we can use lights لذلك احنا نقدر او نستطيع نستخدم النور الادواء the cleaners keep the school عامل النظافة بيحافظ على المدرسة ايه طبعا نظيفة اللي هي clean house منزل اين فيه بين front امام my name is safe انا اسمي safe i live in a village next to the nile بعيش في قرية بجوار النيل i live in a space with my family بعيش في ايه مع اسرتي طبعا house منزل our house is space a pink house and a yellow house لما يكون عايز يذكر مكانش وييجي بعد ال space بعد النقط اسم حاكتين اسمين يعني يبقى انا على طول هحط between هختار between لان between بين بين شيئين هنا جاي بعد space pink house منزل pink منزل اصفر ادي اسمين اهو يبقى حط between there are tall trees يوجد اشجار عالية in space of the house طبعا هنا in front of اللي هي امام 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 desert صحراء bazaars محلات اللي هي محلات الشرقية rivers river نهر sea بحر i live in a city انا اعيش في مدينة called hurgetha تسمى الغرداء it's in the east of egypt انها في شرق مصر on the red space على ايه الاحمر طبعا the red sea it's a big city in hurgetha انها مدينة كبيرة في الغرداء there is a beach يوجد شاطئ and there are lots of interesting things to do ويوجد كثير من الاشياء الشيقة اللي تعملها there is the sahara desert يوجد الصحراء الكبرى where lots of tourists go حيث يذهب كثير من السائحين on safaris في رحلات السفاري اللي هي الرحلات في الصحراء there are many space to buy things يوجد كثير من الان اشتري منه اشياء طبعا bazaars streets شوارع collector اللي هو جامع القمامة garbage collector builder هي collector يعني جامع حد بيجمع شيء builder بناء deliver يوصل للمنازل we need all jobs احنا نحتاج جميع المهن all the local homes جميع المنازل المحلية and businesses والأعمال need a mail carrier بيحتاج وساع البريد to space the packages and letters عشان عشان يعمل ايه في الترود والخطابات يوصل ها طب يعني ايه يوصل للمنزل well done deliver we all need the garbage space to take away the garbage طبعا بنحتاج garbage well done collector to take away the garbage and keep the space clean ويحافظ على انجيف streets الشوارع keep the streets clean يحافظ على الشوارع نظيفة day يوم leave يغادر unplug يعني يشيل الفيشة من المقبس we should save electricity نحن يجب ان نوفر الكهرباء when we space a room طبعا هنا عندما نغادر الغرفة لازم turn off lights يعني ندفي نور الضوء فهنا هقول when we leave نغادر a room we turn off lights بنتفي a النور we space television if we are not using it وبنعمل اف التلفزيون لو مش محتاجين ه طبعا نشيل الفيشة اللي هي unplug we use natural light نحن نستخدم الضوء الطبيعي المقصود يعني ضوء الشمس in the day وهنا day مقصود بها النهار يعني مش مقصود بها يوم يعني بالنهار نستخدم ضوء الشمس teacher مدرس cell phones التلفونات المحمولة بيكون doctor طبيب هاو كيف i live with my family in a small town انا بعيش مع اسرتي في مدينة صغيرة my father is a space ابي يكون طبعا الفق عندي مهنتين teacher doctor انا مش حينفع اختار لما شوف هو شريحها ايه اللي بيقول لي he works in a hospital بيشتغل يعمل في المستشفى يبقى حاخطار هنا doctor my mother is a space وماما ايه at my school في المدرسة تبقى teacher my brother likes to open old space اخي يحب ان يفتح old طبعا ايه cell phones old cell phones to know لكي يعرف كيف يعملوا how they work كيف يعملوا i want to space a dentist when i am older انا عايز اكون طبيب اسنان لما ابقى اكبر طبعا هنا اكون يعني be i want to be between بينا طول طويل next برضو مع two معناها بجوار my house is not very big بيتي مش كبير it's space to the nile طبعا هنا هقول ناكست two ناكست two مع بعض بجوار لكن ناكست بس معناها التالي it's space a white house and a red house برضو هنا between بين بيت ابيض وبيت احمر there are space trees behind the house يوجد اشجار اي خلف البيت tall tall trees behind the house school مدرسة balcony balcony between بين friends اصدقاء hospital مستشفى we live in a big house near the sea احنا بنعيش في بيت كبير قرب البحر we have a big space طبعا عندنا ايه كبيرة في الهاوس يبقى balcony بالاكون we put flowers in it بنضع فيها flowers الظهور in it our house is space the best the post office and the space يعني برضو هنا بعديها في اسم حاجتين البوستة وحاجة تانية مكتب البريد وحاجة تانية يبقى هنا ححط between between the post office and the ذا ايه برضو عايزين مكان تاني عندي هنا hospital المستشفى i walk to my space everyday انا امشي الى مدرستي my school everyday it's wonderful انها رائعة i meet my space and play together بقابل هناك my friends اصدقائي and play together ونلعب معا سؤال match A مع ب طبعا انا المفروض ان انا اقرأ اول جملة من A وحق اقرأ معاها جميع الجمل اللي في ب لغاية ما لاقي الجملة اللي مناسبة معاها فهنا عندي one mechanic works in a repair shop الميكانيك يعمل في الورشة هاخترها مع ايه بقى هنقرأ التانيين كلهم he takes us to school يأخذنا الى المدرسة we need to save electricity نحن نحتاج نوفر الكهرباء he repair the cars هو يصلح العربات دي تنفع بس برضو لازم اقرأ اللي بعدها عشان اكون متأكد they live in tents يعيش في الخيام يبقى لأصح يبقى one مع c some people live in the desert بعض الناس بيعيش في الصحراء فطبعا هتبقى they live in tents يعيش في الخيام اللي هي d the bus driver helps us سواء الاوتوبيس يساعدنا he takes us to school يأخذنا الى المدرسة مع a four turn the lights off when you leave the room يعني اتفي النور وانت مغادر الحجرة we need to save electricity نحن نحتاج نوفر الكهرباء one a builder المفروض هنا في makes a builder makes the walls strong and safe يبقى البناء يجعل الحوائط قوية وامنة he uses the screwdriver to fix things يستخدم screwdriver اللي هو المفاق طبعا لا it's near the house قرب البيت he is very important to us هو مهم جدا لنا دي ممكن it's the right thing to do انه الشيء الصواب ان يفعل فطبعا هو هيبقى he is very important to us يبقى one مع c two an electrician connect electricity to our houses الكهربائي بيوصل الكهرباء الى بيوتنا فانا هاجبها مع a يبقى two مع a he uses use the المفروض uses المفروض فيه هنا s he uses the screwdriver بيستخدم screwdriver to fix things عشان يصلح الاشياء screwdriver طبعا اللي هو المفك we can help each other احنا نستطيع ان نساعد بعضنا البعض طبعا it's the the right thing to do انه الشيء الصواب لنفعله where is the post office اين مكتب البريد فحقول مكانه فين it's near our house يبقى فور مع بي انه قرب منزل لا one when you leave a room عندما تغادر الغرفة turn off the light اتفق الانوار اللي هي دين طبعا نقرأ معها كله قبل ما نوصل لدين مفروض فعندي هنا شيء explains things all the time هي تشرح الاشياء طول الوقت طبعا ما تنفعش i can't see it لا استطيع ان اراها it's next to the post office انها بقوار مكتب البريد فحيبقى معايا turn off the light مع one two where is your school اين مدرستك فانا حاقول it's next to the post office بقوار مكتب البريد two مع c we like our teacher mrs ايمان نحنو نحب مدرستنا mrs ايمان هي تشرح الاشياء طول الوقت there is a plant يوجد نبات behind the couch يعني يوجد نبات خلف الكاوتش اللي هي الكنبة i can't see it انا مش شايفه عشان هو behind خلف يبقى فور مع بي my uncle is a mail carrier عمي ساعي بريد اقرأ اللي في النحية التانية بقى you can buy things from them تستطيع شراء اشياء منهم i love living on water انا احب اعيش على صفحة المياه على في مركب يعني he delivers mails هو يوصل البريد and packages we to route to all the village لكل القرية it saves electricity يوفر الكهرباء فطبعا هنا my uncle is a mail carrier هاخترها مع c he delivers mails and packages to all the village بيوصل البريد والطرود لكل القرية one مع c two use natural light استخدم الضوء الطبيعي in the day في النهار مع d it saves electricity هذا يوفر الكهرباء three i live in a house boot انا اعيش في house boot اللي هو نوع من المنازل اللي هو المنزل اللي بيبقى في المركب طبعا مع b i love living on water انا احب اعيش على المياه the shopping mall is next to the supermarket مركز التسوق يكون بجوار السوبر market you can buy things from them انت تستطيع تشتري منهم اشياء يبقى فور مع اي one the blamer السباك the electrician الكهربائي and the nurse الممرضة هل بسقص يساعدونا هنقرأ طبعا للنحية التانية كلهم because you can have an electric shock لان انت ممكن يجي لك صدمة كهربائية fix cars يسلح عربات passes autopsies and vans وسيارات اللي هي العربية المقفولة all these jobs are very important كل هذه المهن مهمة هي دي تنفع بس نقرأ برضو الاخيرة helps you to get to school on time يساعدك للذهاب الى المدرسة او الوصول الى المدرسة on time يعني في الوقت المحدد فهنا انا طبعا هاختار one مع see all these jobs are very important two why is the electricity dangerous للكهرباء خطيرة فهاختارها مع because you can have an electric shock لانا ممكن يجي لك صدمة كهربائية اللي هي اي three a bus driver سواء الاتوبيس طبعا مع d helps you to get to school on time يساعدك للوصول الى المدرسة في الوقت المحدد يبقى three مع d a mechanic بيعمل بي fix cars passes or vans بيصلح العربيات والاوتوبسات والعرباء والشاحنات الصغيرة i live in a city انا بعيش في مدينة اول واحدة the east of egypt يعني زي المفروض الاول the east of egypt والي بتاعت egypt capital called hergatha تدعى الغرداء سفارز رحلات السفاري in the sahara desert في السحراء الكبرى فانا هنا i live in a city called hergatha تدعى الغرداء you can go on طبعا السفارز اللي هي see in the sahara desert يبقى two مع see hergatha is in الغرداء موجودة فين the east of egypt شرق مصر where we buy food طبعا هنا حيث نحن نشتري الطعام مع see supermarket where we send letters حيث نحن نرسل الخطابات طبعا ده ما يعتبرش اسئلة لان السؤال قدات الاستفاهم لازم يجي بعدها فعل مساعد يعني هي لو كانت where do we buy food كتب اسؤال لكن هنا حيث نحن send letters نرسل خطابات طبعا ايه post office where we go when we are sick حيث نحن نذهب لما نكون مرضى sick طبعا hospital a where we learn بنتعلم بنتعلم فين school بي أبلغر ميد البناء يصنع ميد ايه is the most interesting job اكثر مهنة شيقة القابس only هير غرفة غرفة نمها غرفة نمها I live in هر جدا انا بعيش في الغرداء اقار بتش كوليكتور اللي هو جامع القبامة حنشوف النحط تانية made you somewhere to live connected your home to water connected your home to electricity helps you keep your home clean طبعا يبقى هنا هقول helps you keep your home clean an electrician الكهربائي c connected your home to electricity a builder البناء made you somewhere to live يعني بيصنع لك مكان تعيش فيه a mail carrier ساعي البريد delivers letters and packages بيوصل الخطابات والطرود اخر حاجة عندي اللي هو السباك connected your home to water بيوصل لك بيتك المية وكده حبيبي حلينا جميع اسئلة املأ الفراغ وكمان صل واستنوني في بقية الاسئلة في السيشن القادم ان شاء الله ما تنسوش اللايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسئمين اشتركوا في القناة